مختلف أطيافي وتوجهاتي وأحزابي ومفكريه ومثقفيه الجميع كانوا يضعون الوحدة في رأس قائمة الأولويات ولهذا لا يمكن لأي حزب أو جماعة تحتكر أو تدعي حرصها وحدها على الوحدة إن الجميع معني بالدفاع عن الوحدة ومعني بتحقيقها كل الأحزاب الحزب الاشتراكي الحزب المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمن كل الأحزاب معنية بالدفاع عن الوحدة وتمتينها أما الآن هناك من يحاول اختزال الوحدة في شخص معين أو يزايد على الوحدة رغم ما تشده البلاد من حرب وانقسام على أرض الواقع وهناك من يزايد على الوحدة يا أخي الآن نتخلص من حالة الاحتراب ثم بعد ذلك نحدد شكل الدولة من خلال يمن اتحادي متماسك أما الآن الحديث عن الوحدة والمزايدة عليها والمزايدة ضدها ليس له أي معنى نعم في ظل هذه الأوضاع كيف يجب أن يستقبل اليمنيون الذكرى السالثة والثلاثين لعيد تحقيق الوحدة الوطنية المباركة لا شك أن الجيل المعاصر مضى على الوحدة 33 عاما والجيل الجديد جيل الشباب لا يدرك ولا يستوعب ماذا كان يتم قبل تحقيق الوحدة وكيف كانت أوضاع اليمنيين وكيف كان عندما يصل أي يمني إلى أي دولة في العالم ويسأل أنت من اليمن يقول أنا من اليمن الشمالي أم الجنوبي؟ هذا السؤال كان يؤرق الكثيرين وكان مثار سخرية كنا مثار سخرية حتى في المسرحيات الكوميدية يضربون المثال باليمن اليمان صار يمنين الآن بعد الوحدة أصبح اليمن شيئا آخر فعلى هذا الجيل أن يتذكر أو أن ننقل لهذا الجيل صورة عن المعاناة معاناة التشطير التي كانت ترجمة نانسي قنقر